السلام عليكم ورحمة الله أتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير فأتم الصحة وأنتم لا تشاهدوا هذا الفيديو مرحبا بكم معي الفيديو جديد سائلة المقلات تجي رائعة الديدة وسهلة ومكونات جد جد بسيطة وحشوة كذلك تجي الديدة بزاف ومقادير بسيطة جدا وإقصادية جدا لا تنسوني شمالي لايك لعجبكم فيديو ومنذ نطول عليكم ندلسوا على بركتي الله نشوفوا المقادير العجين على تشكاله هذا نضع الكؤوس العنبة الماء الماء عادي 250 جرام الضقيق نحتاج 5 ملاعق الزيت نباتية وبالنسبة للتنسيم هذا العجين نحتاج الملحة بالدوق ملعقة صغيرة ملعقة فلفل أسود و ملعقة توم بودر هذا بالنسبة للتنسيم لنقوم بعمل عجين بوحده نخذ الكأس الخلط الكهربائي نضعه فيه على بركتي الله نضعه في الكؤوس الماء ثلاثة و نضعه عليه دقيق هنا المقاديره مضبوطة جدا نضرب الربع كمية الطحين حتى نضرب الخليط الأول نضعه فيه وضعت البيضاء وضعت التوابيل و نضعه فيه خمس ملاعق وضعت الخليط و نضعه في الخليط جيدا و نضعه فيه لا يبقى لنا كوتل ثم نضيف باقي الكيمية 250 جرام وزنت مقادير اللي هي مضبوطة بعدما خلطنا المكونات كلها جيدا لا يبقى نهائية لتكتلات لتشي حاجة ناخد واحد شوية القصبور او معدنوس ممكن وضعهم خلطين كي يبقى كتنسين كي يجير اعفاد العجين هذا و نحاول ان نضربهم شوية بالخلط الكربائي غير يتمزجوا لنا مع الخالط فقط نحاول ان هذا القصبور يبقى باين فنأخذ واحد البول و نضعه في هذا الخالط هذا هو القوام بشكل عجين الكريب تماما نفس القوام فكما تروني ان هذا العجين يرتاح قليلا لا يحتاجه بالخمير نغطيته بالفيلم على المنتج و نجعله يرتاح و نجد الحشوة نرى المقادير الحشوة تبقى اختيارية لكن الحشوة التي سأخبركم اليوم هي عندي 3 جزارات نحاول ان تتعلموا بالحكاكة الغليضة على هذا الشكل هذا يعني كنا نحكوهم بالحكاكة اللي هي غليضة و عندي واحد البصالة منتوسط الحجم اللي هي مفرومة نائمة يعني مقطع رقيقة على هذا الشكل هذا و واحد الكيمية ذي الزيتون اللي هو بلعدة مقطع و عندي هنا واحد العلبة ديال الطون نوعية جيدة صفيت منه الزيت خليت فيه مي وعادل واحد معلقة صغيرة ديال الزيت و عندي هنا واحد نصف فلفلة حلوة خضرة ممكن تستعملوا فلفل حمراء صفراء ليم توفر انا عندي هنا جب التمل مجميد و عندنا الجوبن ديال ساندويتش و غنحتاجوا شوية ديال سلسل الحار كتبقى اختيارية و غنحتاجوا واحد الكيمية من زيت الزيتون و غنجوج معلق باش غنشحروا هاد الخوضر هادي و بنسبة التوابيل غنحتاجوا غيل ملح و الفلفل اسود فقط سوف نحضروا الحشوم و اخذوا واحد المقلاء و نبدأ على بركتي الله بسم الله سوف نوضع جوج معلقة الكبار ديال الزيتون و نوضع لها مباشرة البصالة و نحركها شوية انا ما بغيتها تشحر و تنشف لي من الماء لان عندي الغارض بهذا المدية البصلة سوف نضيف لها مباشرة الفلفل اللي استعملت خضراء و كذلك مباشرة كنوضع هاد الجزر اللي هو محكوك فانا هنالش مش حطش البصلة حتى ننزلاته وتعسلتها لان كيفما قلت لكم بغيت هاد المدية البصلة يطلق لي الماء مع هاد الجزر سوف نضيف ملعقة صغيرة الملح و نصف ملعقة الفلفل الاسود هادهما التوابيل لكي تجربتها للحشوة لا تكترش فيها قوة توابيل بزاف لكي تجربة الحشوة سوف نستعملها في عدة فطائر سوف نغطينا عليها حتى تلقات المدية لكن لا تشاهدوا البصل مع الفلفلة مع الجزر سوف نضيف المدية لهم سوف نضيف ماء لا تشي حاجة سوف نضيف ماء حتى نضجه تماما سوف نرجع لهم ونرجع لهم قبل ما نفتح لهم سوف نضيف ماء العقة صغيرة طماطم المعلبة مع ربع كأس الماء لهاد الشكل سوف نضيف ماء خاطرة و تقيلة و ملبية لكي تجربة الحشوة لان كما تعرفوا الجزر سوف نضيف ماء مع البصل مع الفلفلة فهذا الصوص سوف تعطي الحشوة لنا و سوف تأتي مع الكو و كذلك سوف نضيف ماء حتى لون كي يكون جيد فهنا بعدما نضج لنا الجزر كما تشاهدوا على هذا الشكل طابت البصلة و طابت الجزر و مع الفلفلة خضراء سوف تشاهدوا كيف تلقات المدية الخضر و طاب فيه على هذا الشكل هنا مباشرة سوف نضيف هذه الصلصة لذلك ممكن نضيفه حب الطماطم المتوفرة نضيفه في الأول لم تريد هذا الطماطم التي تكون معلبة يعني تبقى اختياري هذا الطماطم لدي الطماطم فكتافيت بهذه المعلبة نحركها جيدا هنا النار قوية لكي تنشف لنا وتبخر ذلك السوائل كاملين و تبقى الحشوة نشفى على هذا الشكل بعد ما نشفى و كما نشفى و كما نشفى الماء أو العسارة التي خرجت الجزر مع ذلك البصلة يعني تبخرات أو حشوة ملكة و نشفة فهنا نضيف لها النار و نضيف الزيتون و نضيف إضافات الأخرى اللي هي الطون علبة و نضيف نصف ملعقة السلصة الحارة تبقى اختياري فهنا سوف نضيف الزعتر الزعتر أو الزعتر أو الزعتر سوف نضيف الزعتر سوف نضيف و نضيف و نحرك الحشوة جيدا لكي ندامج العناصر مع بعضياتها مع الباقي العناصر فهنا نضيف و نضيف العجين ممكن نقول عجين الكريب لأنه يأتي بحل الكريب هما فطائر سائلة تماما بحل الكريب ارتاحت بعد ما وجدنا الحشوة يعني طيبنا الحشوة فنأخذ المقلات سوف نصخنها جيدا و نبدأ و بسم الله نطيبه فهذا الفطائر سائلة على هذا الشكل هذا بحل نطيبه تماما نضيف نضيف الكيمية لأنه العجين هؤلاء و نقلبه و نضيف النار و يتحمل هذا الذي ارى قلبنا و نضيف الكمية كتشوب ممكن تقوموا أي صوص ألجيغية أو من عجين هنا بالنسبة اللي متوفرش عنده الجوب ديالساندويتش ممكن تعوده غيب موزاريلا على هاتشكل هذا او الجوب الأحمر شيدر يعني اللي متوفر فأنا هنالولا درتها بالجوب الموزاريلا وكلفوها على هاتشكل هذا راح تيجي يعني طايب العجين من الوسط لأن قلبناه اثنين عليه واحد شوية حتى قبطراصه يعني وطاب شوية عد وضعنا الحشوة الوسط وكلفوه بهاتشكل هادالي ومتلت وكندهن المقلع بواحد الرشيشة اللي هي قليلة ديالزيت فقط طغير باش يعطينا تحميره لهذا الفطائر ديالنا هادو لهذا الشكل وكنتبقى دائما هادالرشة اللي هي اختيارية فأنا غنجرب معاكم بالرشة ديالزيت يعني الفطائر اللون ديالك كيف يجي وكذلك غنجربها معاكم بدون زيت كتجي واحد الفطائر كيجي ورائعين راكم شفتوا الوسط الحوشو كيفاش كتجي كتجي داك الجوب نكيتلق هنا بالمودزاريلا فهذا هو الشكل ديالها كالتحمر كتجي اللون دهبي مع ذيك الرشة ديالزيت وها على هادالشكل هادا شوفوا كيفاش راكت جي رقيقة العجين كي يجي رقيق ما كيهيش نهائيا نغلاض هنا غنجرب معاكم وحدة ثانية يعني كنصبها في نفس الطريقة على هادالشكل شوفوا كتحاول انه العجين كيبدا يدير واحد فقاعات يعني ما فيش خميرة بدون خمير هذا يعني ما بدخلش في الخميرة نهائيا فكنقلبوا العجين على هادالشكل هادا كيكون تحمر لنخد اترى اللون اللي هو محمر شوية على هادالشكل من الوسط ونبدأ هنا غنضيف شرائح جوب ديالساندويتش مباشرة غنضيف عليه الحشوة على هادالشكل هادا ونغطي كذلك بالجوب ديالساندويتش من الفوق يعني كتبقى بسئلة اختيارية شنو كل واحد وشنو بغاي يدير ساندويتش ديالله او في الفطيرة ديالله فهنا غنلفوها بنفس الشكل اللي لفينا بها عفو الأولى على هادالشكل مثلت نحرك الفطيرة في المقلعات حتى تحمر و تأخذ لون ذهبي و تأخذ نهائيا الزيت تأخذ لون توزوين يعني بدون زيت هذا الفطيرة لم يرشيته عكس الأول الذي يرشيته على هذا الشكل يأخذوا رائعين و يأخذوا اللون فأنا سوف نضيف ثالثة في المقلعات العجين يبقى لنا على هذا الشكل فنضيفه لي بعض العجين لكي لا يكون لدينا توقوب سوف نكمل العجين كامل بنفس الطريقة و سوف نرجع معكم لكي نرى الشكل النهائي وهذا هو الشكل النهائي الفطائر السائلة في المقلعات يأخذ رائع يأخذ الجبل من الوسط كيف يأخذ مع الكين من الوسط واحد الحشوة واحد الماضاق يأخذ رائع و يأخذ الجزر مع الطون الصراحة مع هذه الزعتر الذي وضعنا في الأخير يأخذ الداد والعجين كذلك يأخذ من السم القصبور أو المعدنوس و يأخذ بودرة الثوم العجين كذلك يأخذ من السم يأخذ بنان بزاف يحمقوا عليهم الوليدات و لا يأخذوا لكن هذا الفطائر يأخذ فيهم الجزر كانتمنى إن شاء الله تجربوهم الوليداتكم تستمتعوا بهم في هذا الصيف هذا و كانتمنى إن شاء الله إلي عجبكم الفيديو متنسونيش مني لايك فضلا وليس أمرا والناس اللي ما اشتركوش مرحبا بكم اشتركوا وفعلوا الجرس باش يوصلكم دائما الجديد وبارتاجيوا الفيديو مع الأهل والأحباب و كانتمنى لكم دائما عند حسن ضن ديلكم و كنشكركم عليكم مونتار ديلكم والسلام عليكم و إلى فيديو مقبيل بإذن الله السلام عليكم